نرحب بحضراتكم مرة تالية ومزال احتفالنا المبكر بعض الشيء بمرور 50 عام على ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيد مستمرة معنا في صباح الخير يا مصر يمكن حدثنا الفقرة دي تحديدا عن سلاح المهندسين اللي لعب دور مهم وكبير جدا خلال حرب أكتوبر المجيد لأنه خلال ساعتين من انطلاق الشرارة الأولى للحرب تجاوز حجم قوات المهندسين العسكريين اللي راحت تعمل فوق سطح الساتر الترابي وفوق صفحة القناة ألاف المقاطرين من المهندسين العسكريين من مختلف التخصصات وقدرت انها تقوم بمهمات فتح الممرات وإزالة الساتر الترابي وغيرها خلينا نرى تفاصيل أكتر عن بطولات سلاح المهندسين العسكريين في معركة النصر من ضفنا لنوارنا في الستوديو اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية صباح الخير على حضرتك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب ودائما نضيفها عزيزة علينا في صباح الخير أهلا سهلا 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 جمانة وكل سنة وحضرتك طيب والشعب المصر والعربي كله بخير الزكرة الأكتوبر والتوقيت اللي احنا فيه دلوقتي أكيد بيتدلع العمق العلاقات العربية العربية والدليل على ذلك حرب أكتوبر والنصر المؤذر اللي لازل حتى الآن يدرس فيه معظم الأكاديميات العالمية على كونه أنه إعجاز وليس إنجاز صحيح صحيح يمكن سيادة الأول حقيقة احنا بنعرض هذا التقرير حضرتك كان لك تعليق تحديدا على الشهيد عبد المنعم رياض رحمة الله عليه طبعا وطبعا بطولاته كثيرة جدا ولكن هو فكرة الأعماق الثلاثة اللي كانت بتحاول تدرق خطر اليد الطولة لإسرائيل كما كانت تدعي متمثل في قواتها الجوية اللي كانت بتحاول تصيب الداخل وتعمل فيه بعض الهزات والأنات ولكن فكرة الأعماق الثلاثة بدأت من تحديد جمهورية مصر أو تقسيم جمهورية مصر عربية إلى ثلاث أقسام عمق الأولاني يبدأ من الحدود الجنوبية وحتى جنوب القاهرة ومن جنوب القاهرة حتى السحل الشمالي دي منطقة تانية أو عمق تاني العمق الثالث أو الجزء الثالث تتمثل من موازل القناة السويس وبرسعيد متجهاً بمدن القناة كلها حتى أصوان على البحر الأحمر فالاتجاه الشرقي كله بالكامل وفيه جزء جبير من الاتجاه الشمال الشرقي موفر فيه كتاب صواريخ رادارات حديثة جداً متطورة بطاريات صواريخ المهم تتعامل مع أي عنصر يحاول أن يصل إلى العمق اللي احنا متجين للجابهة فبالتالي ممكن يكون ظهرنا باللغة العمية يعني مش ظاهر وبادل للآخر فبالتالي ممكن يصيرنا فيه فكان كده الفكرة دي أمنت الداخل والعمق في معركة اكتوبر بطريقة غير عادية وكانت ولادة يعني أو نشأة القوات الدفاع الجوي مع الفريق محمد علي فكان كل هذا الكلام يعني يؤكد على أن فيه فكر وفيه الناس عندها رؤية وإحنا محاربناش في 67 وكان لازم نترجم ده إلى حقيقة واقعة صحيح طبعاً رحمة الله عليه لو هنتكلم عن سلاح المهندسين بقى تحديداً يا فندم يعني لو حضرك تعرفنا وتعرف في السادة المشاهدين والأجيال الجديدة على البطولات المختلفة اللي قام بيها سلاح المهندسين أيضاً إزاي هذا السلاح استعد للحرب الأول طبعاً بدون عبور ما كناش هنحقق نصر حتى لو عبرنا بدون فتحة صغارات في السيافر الطرابي ما كناش هنحقق إنجاز لأنه لازم نصل إلى شط الشرق للقناة وبعدين فكرة وجود يعني حاولوا يعملوا كباري ومزلقنات بحيث تطلع على يعني في أفكار كتيرة جداً طرحت عشان نقدر نعدي الجانب الشرق للقناة ونقدر نحقق الانتصار الفكرة كانت صعبة جداً وكانت مخاطرها كتيرة جداً وبالتالي كان لازم وقف شديدة جداً في هذا السيافر بدأت الموضوع بدأ من قبل إحنا هناخد قبل وأثناء ثم بعد ذلك يعني قبل وحفظ أكتوبر الاستعداد والتجهيز من بعد 67 مباشرة وإزاي فكرة إن احنا نشتغل بقى ونجهز استعداداً للحرب يعني منذ من خمس يونا 67 ولا صوت يعلق فوق صوت المعركة كلنا هنجاهد كلنا هنحارب كلهم في اتجاهه كلهم يجاهز نفسهم ما فيش عنصر في الأسلحة المشتركة إلا ومعها عنصر هندسة المعركة طبعاً المعركة الأسلحة المشتركة اشتمر على كل عناصر القوات المسلحة لكن كل عنصر ليه دور والدور ده منظومة مكتملة بتتلصم مع بعضها كده وتشكل مع بعضها وتشكل بقى النجاح اللي منوصله في النهاية فكان قبل المعركة كان فيها أمور لازم تستكمل أولاً مستويات أدوات ومهمات ومواد وخمات وزخيرة ومعدات المهندسين العسكريين كل هزي العناصر بتفرز شيء المعدات طبعاً معروفة الزخيرة الألغامة والDNT والفرقعات ومشابه يعني كل حاجة لها دور حتى المعول حتى الأزمة حتى الكوريك حتى الشبكة التمويح حتى المقص اللي بيقص السلك كل هزي العناصر حتى شغير الرمل يحط فيها رمل وتعمل زي أعمال تاكسية أو ما شابه كل هذا الكلام كان لازم يبقى جاهز بالكميات اللي تتناسب مع حجم اللي احنا داخلين عليه فكان دي مستودعات دي ورش تجاهز كل ده لازم كان لازم مستكمل على الأقصى القضية في أقصى متقدمة لازم تطفع في الأمام يعني الورش الرئيسية في القاهرة أو في انتقل العاصمة يعني طب لازم دي تطفع في اتجاه الجابهة فيبقى في أقصى متقدمة قدام في اتجاه الجيش ده بايه واتجاه الجيش ده ايه متوزعين ازاي عناصر النجدة والإخلاق موجودين ازاي ده كل ده ده بديات طيب فكرة اننا هنقل القوات من مناطق الانتظار بتاعتها أو بمعنى صحة من مناطق الانتظار مناطق التمركز إلى مناطق الانتشار ومن مناطق الانتشار إلى الخلطة الأمامية أو المناطق الانتظار الأمامية الحركة دي كلها دي مساحات أنا عملت 3000 كيلو 3000 كيلو متر طرق في المنطقة دي عشان يعني يبقى حجم القوات اللي تنتخل من إلى من مناطق التمركز وحتى قبل العبور حتى حتى الحد الأمامي للقوات غرب القناة كل هذا الكلام كان لازم يعد بطريقة احترافية ده فيما يتعلق بتجهيز الطرق الجزء التاني تجهيز الهندسي كان لازم يجهيز بقى المطارات المواني ساعة الإسقار حتى بتاعت الكباري الملاجئ الخنادق حفر الدبابات عشان أعمال الإخفاء يعني أعايز أقول ملحمة بطولية في التجهيز الهندسي من كل شيء مواقع مراكز قيادة كل هذا الكلام كان بيعد يجهز كاملا في غرب القناة استعدادا للاقتحام أو استعدادا للعبور والاقتحام طيب ده جزء تاني فيما يتعلق بتجهيز الهندسي جزء يتعلق به الإمداد بوسائل مختلفة جزء يتعلق بالإخفاء والتمو والخداع وربط خطة الخداع مع منظومة الخداع الرسمية اللي الدولة المصرية خدتها إزاي نساهم في هذا الكلام فكرة إخفاء المؤدات نفسها والأسلحة باستخدام شباك التمويه ووضع الكودي واسلوب الكسرة عشان الشمس وعشان وعشان عشان في الاستطلاع الجو بتاع العدو ما يرسوطش أي شيء مخالف يبقى كل شيء مطابق للطبيعة وما بقاش فيه كيفية إخفاء الحفر ونواتجه كيفية عدم وجود مخلفات تدل على وجود حياة في المكان العناصر الهيكلية اللي في الموقع الهيكلية كانت بتجاهز وتتعد الكابال الهيكلية كانت بتتعد وتتجاهز ده فكرة فكرة الاستعداد بقى للعبور يعني عشان أجهز للعبور هنا ملحمة ملحمة بكل المقييس متوقف أمامها قليلا يعني الفكرة بدأت إننا عايزين نفتح الصغرات في السطر الترابي وعايزين نعبر ففي مشكلة عندي تتمثل مشكلة في إن عايز حجم من المعابر وفتحات أمامها عشان الناس تتعبط طب الفتحات دي تتعامل إزاي في السطر الترابي والكابالة تتنصب إزاي في ظل المادة والجزر وفي ظل يعني صعوبة الأقمار ويعني صعوبة الحركة المناخية والحركة الفلكية بتاعت القناة والجو والتقس في هذا الظرف غرفة المكان نفسها آه والتوقيت نفسه عايز احترافية في تحديد المعاد وفي إطار الخطة إزاي بدأت هل أول ضوء والآخر ضوء غير من الحروب بتبدأ كده إنه نبدأ الساعة مين فده في حد ذاته برضو يعتبر إن الشمس تكون مواجهر العدو وما تكونش مواجهر لربطها معتبارات ما يقول لحضرتك فلكيا إزاي أعرف أحسب إزاي يحقق الانتصار عشان كده يكون كل حاجة مدروسة بالملي زي نقوله أو بالشعرة ده جزء يتعلق كيفية الفكرة إن أنا أفتح الصغرات في الساتر التراب لما أفتح الصغرات في الساتر التراب محتاج ترمبات لأن دي فكرة الشهيد باقي زكي اتجه بعد كده الفكرة إنه هو استوحاها من لما كان بيشتغل في قناة في الساد العالي أثناء إنشاء الساد العالي وكانوا بيتخلصوا من الساتر الترابية بهذا الأسلوب ففكر الفكرة وترحها والقادة وصلت المعلومة إلى القادة السياسية وبتالي تاخد إجراءات لجلب هذا الكلام أوازين معدات كان عندنا ترمبة اسمها M60 بتجيب 15 متر 15 متر مكعب في الساعة من الرمال بتجيب تزيع هذا الكلام فكرنا في حاجة أحسن إنجلترا عاملة ترمبة تانية اسمها FWD بتجيب 100 متر مكعب في الساعة فدي أقوى وأحسن فكرنا مع ألمانيا لأنها ممكن تجملينا ترمبات 250 وجهازتها بفعلا 250 متر مكعب في الساعة دي اللي كانت فعلة ونجزة ابتدنا نستورد هذا الكلام يتصور على سأل المين لوزارة الزراعة والدخلية على اعتبار أنها دولة تستخدم في الحلقة من الفتش الأنظار طبعا ويعودوا يتكملوا باللغة العامية داخل أحد المستودعات أو أحد الأماكن لمدة كبيرة جدا بحيث وكان إن فيه إجراءات جمركية ما خلصتش وفيه يعني مشاكل ورقية في الورقيات يعني وبالتالي فيه مش عارف خدبة إيه وإيه وإيه في الموضوع إيه يتنسي يقعد فترة يتنسي وبعدين يتم تسريب هذه الترمبات إلى أماكن التنفيذ فأنا عايز أجرب هذا الكلام وجربه فعملنا 328 تجربة على الرياح البحيري في الأناطر الرياح البحيري بعد منطقة الأناطر كده فيه جزء كده مشابه لقناة السويس كان ما تجهز هناك بالإضافة الأنشاص طبعا هتعمل نفس الكلام في الأنشاص ولكن التجربة الرئاسية كانت في المنطقة الرياح البحيري دي وكان بيجهز ويعمل السطر والتراب ويستخدم الترمبة وإزاي يستخدمها طب تشغل إزاي طب المقاتل يشغل على إزاي ومتاجت عن نصر الهندسية تتدرب على هذا الكلام وتجهزه عشان تحقق المعدلات اللي تكفي طب احنا محتاجين قد إيه وقت العسكرية الأمريكية قالت باستخدام تقنيات تانية مختلفة خلاف هذا الكلام على الأقل 48 ساعة أنا عملت هذا الكلام في 5 ساعات فده في حد ذاته يعتبر إنجاز بل إعجاز بكل المقاييس لأن كبريات العالم المتخصصة في هذا المجال أجزمت إن من الاستحالة إن حد يعمل هذا الكلام ولكن الحمد لله يدرنا أن نحق هذا النجاح الغير مصبوك يعني بدأت فعلا بعد ما جهزنا هذا الإجراء واخترنا الموضوع ووسطة العناصر تدربت عليه في مرحلة العبور نيجي بقى لكيفية تواجد الكباري وفي نفس الوقت كيفية المنورة بالقوات للوصول وتنفيذ كانت تفتح للسراتيجي للوصول إلى المعابر والحركة طيب الكباري نفسها بقى أنا محتاج كباري نوعية معينة كباري تشيل دبابات وكباري خفيفة تشيل مادات وعربات صغيرة وأوارب عشان ما تطيع عشان تتصل إلى الشاطئ الشرق للقناة بسهولة وتحمل الجنود وتستخدم المدافع العناصر الهندسية اللي تقدمت والصفوف ودخلت في الأفواج الأولى أو في الموجات الأولى للحرب فعلا كما كان يستخدم المضخات الماية اللي كان يستخدم عشان تزيل الرمال كانت بتهيل هذا الكلام على وكمرضود يعني الرزاز بتاعها كان بيغرق المقاتل وكان فيه ناس بتستشهد وكان ناس بتنصاب لأن ده تحت ضغط استخدام الرمال للعدو الموضوع مش مش بنزيل بس سياتر مش سيبيننا طبعا مش سيبيننا تزيل السياتر الترابي كده بسهولة فكان فيه تعامل مع كده وفي نفس الوقت كاية العملية بتتجهز تخلى ما نعمل يعني أول كبري يتعمل بعد ست ساعات بالزبط ساعة ثمانية ونص بالليل يوم ستة أكتوبر كنا جاهزين أول كبري على بعد الساعة ١٢ ونص بالليل أو يعني بعد ثمان ساعات ونص بالزبط من البداية كنا عاملين ثمن كباري تقيل واربعة خفيف وتلاتين معبر معدية ده بحد ذاته كبير قوي عشان نقل أنقل القوات أنا قزلت تسعين ألف كيلو متر وفتحت ستين ممر بالمعدات الهندسية أو بترمبات المية دي طب المية لما بتنزل بتعمل طبعا مجموعة من مش كل الرمل بينزل بل بالعكس ده تصل إلى متر بمساحة من الروبة اللي هي الأرض المنزوجة بالمية فبتعمل الروبة اللي بتسبب الانزلاق لأي حاجة تنشبش فيها زائد إنها ممكن تغوص فيها فكلازم عندي معدات هندسية جاهزة على قامة أو على أرتال العناصر اللي عبرها عشان تزيل وتفتح أعمل تكسية الأول يعني سواء كان بالخشب أو بالمواد السلكية أو بالخبشكير الرامل أو بالحضارة أو بالدبش عشان أعمل هذا الكلام وأعمل تربة زائد بقى مشكلة المادة والجزر بقى حضرتك أنا كنت عامل الجنب الغربي أو الشاطئ الغربي وعمل تكسية بتاعتي ومرس نفس عليه طب الجنب الشرق بقى أعمل كده تطلع المية فيها مادة كده جزر مش عاقبها كذا طب الكلام ده ما فيش اتزان يتطلب بقى عمل هندسي سريع عشان أقدر أصبط المعبر على الرأس الكبري على الشاطئ الشرقي فده يعني بقى بقول الحضرتك كان من أجاز الأجاز أن هذا الكلام يتم ويتم باحترافية شديدة وتكبد خسار في الأرواح ومجهود غير مسبوك وملحمة بطولية رائعة يعني ملحمة العبور دي لوحدها لو درست في العالم كله فعلا أفضل أو أعظم مرحلة تمت في مرحلة عرب أكتوبر يعني لأن بدونها ما كانش هيبها في عبور ولا كان فيها في مصر قلت أكيد الحقيقة أنا بسمع حضرتك يعني أنا يعني من مدى صعوبة الموضوع حاسة أن أنا بسمع قصة أسطورية يعني 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 فك التفكير والتجهيز لي بمثابة حقيقة زي ما حضرتك قلت أعجاز وإن إحنا نقدر ننفذه في الوقت ده يعني يعني ما فيش حاجة تتقال أكتر أن هي فعلا ملحمة بطولية وهي بالفعل وتدرس في الخارج حتى الآن يعني بس حضرتك هرجع تاني لنقطة ورش الإصلاح والصيانة مخلوة قلتن هي بشكل رئيسي موجودة في القاهرة لكن كان يجب أن يكون هناك أقسام متقدمة أقسام متقدمة بالقرب يأما في الجبهة أو قريبة من الجبهة والعضو على بعض يعني مسافة بسيطة جدا يقدر يشوف ده فإزاي قدرنا نعمل ده ضمن خطة الخداع الاستراتيجي وإنجهزه إنه العضو متخيل إنه مصر مش هتحارب أصلا ومصر مالهية في الكورة ومش في دماغها إزاي قدرنا نعمل ده شوفي حضرتك أنا عملت في شهر مايو وفي شهر تمانية مرتين تعبئة وبل بالعكس أسقطت مرات كثيرة جدا البراطيم في قناة السويس في دلال على أنا كل هذا الكلام قد ده انطباع اللي سينام ومعاملش قالك دول شاطرين في التدريب بس واتخدعوا بالفعل وكانت ده النتيجة إننا أما التجاكل للحرب الفعلية وما لما فقوا كانت كانت لقوات شاري القناة يعني كانت فترة كبيرة جدا لما فقوا وقارفوا إننا فعلا هجمنا لقو لقوات شاري القناة وبالتالي كانت الإنجاز وضع عملية الإخباء بقى للورش والمستوضعات والأقسام المتقدمة كانت في إطار خطة الخداع زي ما حدك قلت وفي نفس الوقت فيه أسلوب اللي عناصة الانتصية بتعمله إحنا لما كنا بنبعث القتال تتحرك في إطار أعمال التعبئة والفتح للستراتيجي كانت بتطلع الشيء بيطلع سلاسي سريعية مثلا طلع ثلاث جماعات أو ثلاث فصائد يستنى تنين قدام وترجع واحدة وأعمل منشآتها هيكلية هناك وحطها في المؤخرة مباني هيكلية أو منشآتها هيكلية توضح إن العناصر رجعت تاني والسريعة الواحدة دي أو الفصيلة الواحدة دي تنتشر في السريعة كلها كأنها إيه كأنها كلها سكنة فبالتالي التصوير الجوي أو العناصر للإستطلاع أو العناصر اللي بتدي معلومات هتبوس قد لها الحياة رجعت تاني كأن الناس اللي طلعت دي رجعت وهم موجودين في غرب القناة وجهزين مستعدين للتوقيت بتاع الحرب الكلام ده بدأ من شهر مايو فكرة الانتقالات دي والتمركزات والاستقرار والهدوء إمتى الساعة إمتى لسه ما حدش يعرف وما حدش يقدر رجزي من الساعة كان فكرة السرية والكتنان وعدم إخبار أي شيء بتوقيت الحرب في حد ذاته فكرة إن احنا نقدر نقول اتعاملنا مع المشهد ده ازاي واحترافية فكرة أنا عايز أتكلم بس على أحمد إدريس طبعا فضل في اللهجة النوبية واستخدامها وكيفية يعني تسيير أو تسهيل فكرة تبادل الإشارات واللغة ما بين ما بين الخيادات وعدها البعض باستخدام اللهجة النوبية وتبادل وتوصيل المعلومات من عناصر خلف الخطوط المدعومة بعناصر من أهل النوبة اللي عارفين هذه اللهجة وتوصيل المعلومات الكاملة عن حجمه شكل عدو وإذا كانت عناصر الصلاح هندسي مشاركة في هذا الكلام كان بتدي بقى حجم العدو الهندسي اللي موجود شكله إيه وممكن ممكن يعمل بها إيه من خلال حجم الخوات اللي موجودة ومخلال المكانات المتاحة عنده هيعمل مفايز المتحرك هيفتح صغرات هيحط ألغام هيعمل إيه معاية لازم معلومات كاملة لازم مشهد كامل فالعناصر هندسية اللي موجودة من ضم منظومة الاستطلاع العام دي اللي موجودة داخل شرق القناة كان بتبديني باستمرار معلومات كاملة عن هذه العناصر فبقى عند عنصر استطلاع هندسي عندي تأمين فني بالمؤدات عندي إمداد بمواد وزخيرة ممعين عند تجهيز هندسي عند قلنا الاستطلاع هندسي عايزة أقول استكمال مستويات عندي طرق ومدقات وتجهيزها عندي مداد بالمياه عندي مداد بالزخيرة عندي يعني اللي عايزة حتى فكرة الدفن الموتى من خلال درطل أشغال العسكرية كان لها دور ودور فعل في هذا المجال يعني عايزة أقول تجهيز الحفر بتاعت الموتى نفسهم والشهداء وكيفية تعظم قدرهم وتحديد أماكنهم وتبقى للمراسم الدينية بتاعتهم إزاي كل هذا الكلام كان بيتنفس باحترافية شديدة من خلال تكاتف وتلاحم لكل عناصر قاتل مسلحة يعني أنا مش عايزة أقول فقط الإنجازات إيه بس ولكن عايزة أقول لحضرتك أن كل مقاتل يمثل ملحمة بطولية طبعا بزاته طبعا الفرد المقاتل المصري في حد ذاته كان بالنسبة له هم معجزة يعني هي الفكرة مش بس في التجهيز والمعدات والخطة الاستراتيجية لكن الجندي المصري ده يعني هو الأساس ده أمر واقع طبعا مقاتل المصري فعلا بزا المجهود مجهود كبير جدا في هذا السياق المقاتل المصري قدر فعلا أنه يقول للعالم كله أنه الأساس في هذه الحرب لأن عقلي وفكري وزكائي وتدريبي واعتقادي وعقدي وروح المعنوية كلهم الفضل في هذا النصر أن الاعتماد على المقاتل المقاتل هو اللي بحقق النجاح يعني أنا هنا وحضرتك هنا بنتراشق بنعمل أي شيء لكن طول ما أنت هنا وأنا هنا ما فيش احتلال لكن عشان أنا جي عندي حضرتك أو أنت حضرتك عندي ده دليل على أنا إيه اكتسبت الأرض طبع من اللي بحقق اكتسب الأرض ده هو ده المقاتل عشان كده المقاتل هو العامل أو الفعل الرئيسي أو الفرد هو الجزء الرئيسي في أي معركة أو عايب تعله بين خلال عقله ومن خلال تكره أي أن كان السلاح المتطور مين اللي بيديره ما بيديره بني آدم إذن المقاتل أو الفرد هو ده العنصر الرئيسي زي ما حضرتك قلت العقيدة والفدائية والبسالة اللي كانت موجودة دي ما فيهاش تدريب يعني دي تبقى عقيدة زي ما حضرتك قلت فأكلم على نقطة تانية وهي فكرة إرسال غواصين من سلاح المهندسين القوات المسلحة قبل فترة وجيزة من إعلان الحرب دور الغواصين في تسهيل العبور دفضة بشرية نزلت غلقت أو قفلت منافذ النبال بصي قناة السويس ما كانت فيها برضو مصيبة تانية يعني الموضوع مش سهل القناة السويس كمان أعمائي سهل الأمور ولكن مع وجود قوات جوية وضرب ومدفعية وإسقطات وعجات زي كده هتصعب عليك الحركة لك دي تشغالة لكن فكرة إن أنا بقى أشعر القناة الميا دي تبقى لهب ودرجة حرارة 400 درجة مئوية وارتفاع لها بـ 20 متر في فترة هياخد ساعة أو ساعتين ومفروض تنخمد هذه النيران وتبطل فعليتها لكن لاستدامة هذا الموضوع تم إمداد هذه الفتحات بتاعت النبال بمواد بترولية عشان تستمر يستمر الاشتعال هذه الحرائق لفترات طويلة تعوق فكرة حركة قوات من غرب قناة الشارع القناة فكانت هنا العناصر الدفادة 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 البشرية من القوات البحرية والعناصر الهندسية اللي معها قدقوا من الساقة طبعا نزلوا تحت وفعلا إيه قدروا يغلقوا هذه الفتحات كالليلة السابقة للهجوم يعني النهاردة يوم 5 أكتوبر بالليل فاجر 5 أكتوبر سبحوا في المياه وغاسوا كالتفادة البشرية وهجوم على الفتحات كلها تم غلقها بالكامل والتأكيد على تمام غلقها وما فيش ولا واحدة تتفتح لان وفاقا واحدة بس تتفتحت بتاعة تم المشكلة ودقفالها كان عايز أقول على جزء هنا يمكن كان من الصعوبة بمكان موحدش خد باله منه طبيعة التربة بتاعة الساتر نفسه كانت حاجة صعبة يعني الجزء بتاعة لاتجاه الجيش التاني كان سهل خدت 6 ساعات الفتحات اللي تمت فيه خدت 6 ساعات إنما المشكلة كانت في اتجاه الجيش التالي كانت طفلة معينة فما كانش الرملة يعني كنت عارجة الدرابة البشبورة في الساتر الترابي ما عملش الفتحة المرصودة فجلاز بيحصل أعمال تفجير بمكان ده أخر شوية عملية الاختحان في اتجاه النطاقة الجيش التالي وعمل مشاكل في الكباري وبعدها تالى زلك الاستشهاد الشهيدة أحمد حمدي وفعلى كبري الشط اللي في المنطقة دي بتاعة الجيش التالي اللي هو اعتبر أعرب كبري تم تنفيذه في اتجاه من اتجاه السويس يعني على قناة السويس فعايز أقول له حضرتك دي برضو أيضا ملحمة بطولية يجب إشارة إليها والتنوية عنها لأن طبيعة التربة بتاعة الساتر كانت مشكلة في جزئتين أنا عايز أتكلم عنهم تاني المنورة بالموانع وفتح الصغرات ودي أعمال هندسية بحتة ففتح الصغرات ممكن أي أحد العنص المضربة العامل من المهندسين العسكرية اللي منضمن للتشكلات بتنفذ جزء منها ولكن الفعل الرئيسي في فتح الصغرات مفارز الموانع المتحركة بمسمها ده اللي هي بتتنفع أمام القوات وتعمل فتح في حقول الألغام باستخدام تربود البنجورور باستخدام 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 وسائل كثيرة جدا تطورت هذا الكلام وأصبح بصواريخ معينة زي الفتح واحد اثنين وثلاثة المهم عايز أقول لحضرتك أن دي فتح الصغرات كان ملحمة أيضا بنفذت ولكن بالإمكانات المحدودة اللي كانت موجودة عندها عشان يفتح الصغرات قدرتها على الساتر الترابي عايز أكمل بقى في اتجاه القوات عشار القناة فكان بتقابلني موانع من الألغام فتح الصغرات فيها ديا عشان أحدد هذا الحاج والأغام مخفاة كيفية تفتح عشان ما تتورطش فيها القوات أفتح الصغرات إزاي والدليل يمشي إزاي ووجه القوات إزاي وتحركة تمشي إزاي عشان يقدر يقتحموا طب عمق الحق لأداء قد إيه من العنص الإصطلاع العنداسي اللي اتدفعت خلف الخطوط مع الإصطلاع العام قدرت تحددت لأماكن إيه للحقول ديا ما بتفتح وتفتش وتجس المهم بتقدر تكتشف هذا الكلام طب دي جزء الجزء التاني المهم إزاي أقام من القوات ما نطلعت خلاص في أجناب للقوات مكشوفة في أجناب أنا حققت مكسب خط مكتسب حققته وصلت لمرحلة معينة لخط معين طب هزيه الأجناب تاعت القوات اللي موجودة تمام فرق أعده في فترة بسيطة جدا خمس فرق أسف بحوالي 8000 مقاتل ففترة وجيزة جدا في نهاية اليوم فأنا عايز أقول عندي هزا الحجم من القوات جوا هيهاجم ويتطحم طب في موانع لازم أأمن أجناب هزي القوات كل لما تطلع خط لأ مش محدش يحصل لها التفاف وتطويق من الأجناب يبقى في عندي إيه عناصر تقدر تأمن برصح كل ألغام على الأجناب دي مفارز الموانع المتحركة وكيفية أسلوب أسلوب عملها وكيفية تنفيذها لخطوطه أو تأمين الدفع حتى لما تبقى بعدل الحرب أو أثناء الحرب بطور الرجوم وأنا أثناء تطوير نفسه هذه العناصر بتدفع أو بتساهم في هذا الموجود يعني الحقيقة وأنا بسمع حضرتك حتى يعني وعيزة حتى أقاطع لأسئلة كتير جدا بس يعني فعلا زي ما حضرتك كنا بنتكلم ملحمة أسطورية كل كلمة يعني أنا بقعدة بسمعها من حضرتك يمكن إحنا سمعنا قصص كتير وطول الوقت بنحاول نقرأ ونعرف أكتر عن حرب أكتوبر وطول الوقت بنلاقي يمكن شيء جديد ومعجزة جديدة وبنبقى مخنا مش مستوى بإزاي مصر قدرت تنفذ وتستعد وتجهز لمثل هذه الحرب العظيمة وإزاي تقدرنا نحن يعني ننتصر بهذا الشكل لأنه حتى الانتصار نفسه ليه شكل يعني ممكن جيش ينتصر لكن إنه ينتصر يعني بالفدائية والبسالة والإنجاز ده ده مش سهل تماما أمام جيش يدعي زي ما دايما بيقول بي يدعي أنه جيش لا يقهر وخط بارليف المنيع وما إلى ذلك ده في حد زيته كافير أنه ممكن يلقي الرعب في بعض النفوس لأي شخص آخر ممكن أنه يكون رايح يحارب أو يقاتل دولة بتدعي على نفسها هذا الادعاء لكن مش المصريين لا إحنا إحنا يعني سمتنا وطبعتنا وشخصيتنا وإنسانيتنا وأخلاقياتنا بتجبرنا على إنه تجبرنا تجبرنا على إنه نكون في المصرف في الصف الأولى وده من إحنا الحقق الإنجاز والعلم يلينا إحنا الدولة بدأت سم بدأ التاريخ صحيح فطالما إحنا هذا الكلام يبقى أكيد إحنا نحقق حاجة غير مسبوقة عملنا كله غير مسبوقة أنا أفكر حضرتك بحاجة مؤخرا حصلت فضل إفر جيفن لما علقت في خناة السويس العقلية المصريية البسيطة قالت إيه إن إحنا بحفار بسيط ممكن نحرر مقدم السفينة وبالقاطرات نقدر نجذبه العقول الزكية الغربية والأجنبية قالت إيه قالت لأ لازم نلقي بحمولة السفينة وكان فيه توقعات أصلا أنه هتاخد وقت أطول من ده بكتير 24 تخالي بقى لما تدمي 220 ألف طن في القناة تجيبهم إزاي ده نمرة واحد نمرة اثنين لو حررت حتى مقدم السفينة نفسه من الحمولة اللي عليه عشان يقدر يتحرر لكن إحنا ببساطة شديدة وعقلية جبارة أنه زي عزرن الزبابة اللي بجوار الفيل ملهاش أي تأثير خلال أو النموسة بجوار الفيل كان شكله كده بالزبط بالنسبة للقناة بالنسبة للسفينة ولكن هزا الكلام هزي العقليات لن تندسر أنا عايز بس أكد لحضرتك أن العقلية المصريية اللي حاربت في أكتوبر ابنها هو العمل الإجراء ده ابنها هو اللي وقف كشهيد ما هو أنا كان عندي بطل قدر يحط سدره في المزغل النيراني اللي على السطر الطرابي عشان يصد الضربات اللي جاياله اللي بتستهدق القوات اللي طالع على السطر الطرابي من قبل العدو كان دخل فتح المزغل ده النيراني بجسمه نفس الكلام عمله أيمن شوئة لما طلع من المركبة بتاعته والدبابة ومفق أحد المدهمات في 2016 وجري في اتجاه المفخخ الإرامي المفخخ اللي كان عامل عزام ناسف واحتضنه وانفجر به عشان زميله وكمله المهمة هنا بقى الفدائية دي والتوضحية دي مش في أي دولة أو في أي شعب ده الشعب المصري اللي بتنازل أصحاب عقيدة عندنا إيمان ودايما بنقول أنه عقيدة المصري وهوية المصري مختلفة تماما عن أي عقيدة وعن أي هوية في الدنيا مهما أي شخص حاول أنه هو يشكك في ده أو يحاول يشوها في وقت الجد بنثبت أن المصريين غير وزي ما كنا من الكلم يا فندم أنه حقيقي بعيدا عن عبقرية التجهيز وعبقرية الخطط وعبقرية الاستراتيجيات اللي وضعت لحرب أكتوبر المقاتل المصري يبقى هو سر المعادلة بزرط أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر اللي هو عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية نورتنا يا فندم وكل سنو وحضرتك طيب أهلا وسهلا كل الشعب المصري بخير شكرا لحضرتك أهلا